الستات والبنات دايماً بيثبتوا إن هم مميزات في كل مجال بقى ما تدوروش ورانا يعني الديوف أو ضيفات فقرتنا النهاردة سيطروا على جائزة الدولة التشجيعية ما شاء الله لقوة تقال بلا مش بحسدهم في مجال السرد القصصي والروائي دي مسابقة ودي مسابقة حسب ما فهمت طبعاً ما فيش أحلى ولا أجمل من الحكايات ومن خيال الستات وإحنا لسه بنتكلم قبل ما نطلع على الهواء إحنا واضح إن الستات بتحب تكتب عن نفسها أو بتحب تكتب قصص وتجارب الستات التانيين اللي بيشوفوهم في المجتمع وزي ما تقولوا كده إيه بنفتكر أي معاناة ونكتبها عن نفسنا ولما بسأل دفاطي ليه إحنا كده دايماً الستات تحب تحكي عن نفسها عشان ما حدش بيحكي عننا أو ما فيش رجالة بيتطوعوا من ساعة إحسان عبدالقدوس الله يرحمه ويحسن إليه اللي كان بين الإحساس الستات والبنات بشكل حقيقي على الورق طيب معانا النهاردة الكاتبة شيرين فاتحي وهنعرف منها تفاصيل روايتها الحائزة على الجائزة اللي هي خطوط ليلى برحب بيكي معانا يا شيرين أهلا بيكي والكاتبة نورة ناجي وهنعرف منها قصص مثل الأفلام السازجة ودي المجموعة القصصية هي اسمها كده برحب بيكي معانا يا نورة أهلا بيكي شيرين كلميني بقى الأول كده دي أول جائزة تحصولي عليها القسم الروائي ولا عندك جواز قبل كده لأ حصلت على جواز قبل كده أخدت جائزة سويرس عن مجموعة البطلة اللي يجب أن تكون بدينا وفي مجموعة اسمها إيه سوريك البطلة اللي يجب أن تكون بدينا أوكي ومجموعة رأس مستعمل للبيع دي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة سويرس برضه جائزة سويرس نورة بالنسبة لك برضو دي أول جائزة للدولة التشجيعية يعني في المجال القصي ولا كان قبلها جواز تاني لا أخدت جائزة يحيحاقي في الرواية أطياف كاميليا وترشحت برضو اسمها أين؟ أطياف كاميليا أطياف كاميليا ذي كانت رواية وترشحت كمان لسويرس كانت في قائمة قصيرة وكان في برضو رواية كمان بترشحة لسويرس في قائمة قصيرة لها بنات الباش ليكوا إصدارات وطبعتوا دخلتوا معرض الكتاب شيرين ابدأيلي بقى الحديث كلميني عن خيوط ليلة وإيه اللي خلى خيوط ليلة تحصد الجائزة دي من وجهة نظرك يعني تمام أنا هقول من وجهة نظري أنا ما عرفش وجهة نظر لجنة التحكيم يعني هو ده العمل الرابع لي بعد رواية ومجمواتين قصصيتين يمكن الفكرة بتاعتها أنا أقدمتها أنا أحب أقدم الأفكار بطريقة مختلفة يعني نظرتي للدنيا بأخذها من زاوية بعيدة شوية وأطلعها في العمل ففي خيوط ليلة هي ليلة بطلة ورقية جوة في مؤلف جوة الرواية بيكتب رواية وهي جوة الرواية هي بتقرر أنها تتمرد على المؤلف وبترفض النهاية اللي هو حطها لها وعايزة تحدد نهاية تانية وبتغير المصير اللي تكتب لها أنت متمردة شوية شوية بتقولي لي بأخذ القصص أو الروايات من زاوية بعيدة وانقلها أصدق الترد بارتي أو الطرف التالت دايما موجود عندك في الروايات ولا أصدق يعني إيه بزاوية بعيدة يعني مثلا في المجموات الرئاسي المستعمل أنا كاتل مجموعة معظمها بتعالج قهر المرأة فأنا مش هتكلم عن واحدة بتعيط ومدى أو مقهورة أو حزينة لأنا بجيبها بفكرة ثانية أن راجل ما عجبوش دماغ مراته فقرر أن هو هيخلع دماغها وهيحطها لموقع تسوق وهيبيعوها ويجي لها عرض للبيع وتبيع راسها بعدين يتدوروا على راس تانية تعجب الراجل بعدين بيقرر أن هي شكلها من غير راس عجبته أكتر وبعدين أحلى ده بس ده في عمق على فكرة أيوة يعني قصدق تقولي أن الرجالة مش عجبهم تبكرنا دماغنا مش عجبهم أيوة أنا فهمتك كده فنحب نلفها من زاوية تانية على فكرة حتقولي لي مع جبوش في النهاية غير راس مراته فرجع حطها تانية ده الراجل اللي مش موجود بقى ده اللي مش موجود طيب